من خمسين طن سنويا إلى أقل من عشرين هكذا أصبح إنتاج بساتين أبي محمد الشهيرة في قضاء بعقوبة بثبار الحمضيات فالمياه لم تصلها منذ أكثر من شهرين ما حول هذه الثمار إلى جافة ومهددة بالسقوط أو الموت جراء العطيش هذه البساتين نموذجا لآلاف الدوان في ديالة تواجه موجة جفاف حاد بالشهر الثامن بداية الثامن لحد الآن ما طب بستانه ميت هذا راح أول شيء الأشجار بعد ما السوق هو بهالشهر التاسع بايلو يقوم السوق الحمضيات يقوم السوق البرتقال راح تظل نعمة بعد ما تخشن لأنهيش وقت نقوم بتتفح المي يجيها فتخشن كانوا عندنا وارد قبل بستان تطلع لها بالخمسين طين أكثر هسه يعني عشرين طين مثلا يعني التأثير أثرت ستين بالمئة مشحات المياه تقدر الإنتاجية من الحمضيات للعام الماضي بثلاثة وثلاثين ألف طهن وبعد شح المياه والأمراض التي أصابت الأشجار قد لا يتجاوز إنتاج هذا العام خمسة عشر الفطان أي بتراجع بلغ نسبته خمسين بالمئة عن الأعوام السابقة التي كانت تغطي احتياجات المحافظة من الحمضيات لكنه الموسم السنة أعتقد ما رح يكون موازل السنة السابقة السنة السابقة كانت تقديرات الإنتاج بالثلاثة وثلاثين ألف طن بالنسبة للحمضيات الحمضيات وبذلاثة البرتقال السنة توقعنا إذا استمر الوضع على هذا الحال والاعتماد الكلي على المياه السقية من الأنهر التي بدأت الجف والآبار التي بها نسبة ملوحة عالية نتوقع تقزم نتوقع الإنتاج يكون رديل وقد تغزل أسواق المحلية محاصيل زراعية مستوردة من دول الجوار مع استمرار قطع المياه عن روافد الأنهار الذي تسبب بتلف المحاصيل المحلية ذات الجودة العالية من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة